اشتركوا في القناة في اكتوبر الوردي تأكيد اهمية التقصي المبكر للوقاية من مخاطر سرطان الثدي الذي تصاب به سنويا حوالي 3000 امرأة في تونس عامل الانجراف يحدث اضرارا ب300 كم من الشريك الساحلي ويهدد المنشآت السياحية والملكة العمومية البحري في اطار المخطط الحكومي للحد من انتشار فيروس كورونا قررت والية سوس تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة بالجهة بداية من اليوم الاثنين الى الثامن عشر من هذا الشهر ووفق اخر تحيين لوزارة الصحة فقد تم تسجيل 45 حالة وفاة بالفيروس خلال اليومين الماضيين و2509 اصابات جديدة في مستجدات الوضع الوبعي في تونس قررت والية سوس تعليق الدروس في كافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة وبكافة مؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة وغلق كافة رياض الأدفال والمحاضن المدرسية والكتتيب بالجوامع والمساجد علاوة على تعليق الدروس بكافة مراكز تعليم الكبار بداية من اليوم غد الاثنين الى غاية الثامن عشر من الشهر الجالي وذلك في اطار التوقف من تفشي فيروس كورونا وفي اخر تحيين لوزارة الصحة تم تسجيل 45 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين و2509 إصابات جديدة في ولاية تونس ارتفعت حالات الوفيات جراء لسبب فيروس كورونا الى 19 حالة والتسجيل 31 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفي عدد الحالات الى 842 مقابل تسجيل 200 حالة شفاء وفق المدير الجهوي للصحة بتونس طارق بالنصر اما في ولاية منوبة فقد تم تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بالفيروس كورونا ليبلغ بذلك عدد حاملي الفيروس بالجهة 313 حالة وفق تصريح المدير الجهوي للصحة نبيلة جدورة وفي المهدية تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الجملي للوفيات منذ مارس الفائت الى 9 حالات وفاة و26 إصابة جديدة بالفيروس من بينها إصابة 5 أعوان صحة فيما تماثل 3 مصابين لشفاء وفق الإدارة الجهوية للصحة وفي نابل تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفيروس الى 14 حالة كما تم تسجيل 117 حالة إصابة محلية حسب مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي أما في سليانة فقد تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 79 سنة وفي مدنين تم تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات شفاء بجرب حومة السوق منها ثلاث حالات شفاء لأعوان صحة وفي سفاق استضاعف عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بشكل فجئي بين الأمس واليوم حيث قفز من 35 إلى 72 إصابة جديدة كما سجلت حالة وفاة جديدة لرجل مقيم بأحدى مؤسسات القطاع الخاص في جابس تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 79 سنة من جابس الجنوبية واشكو من مرض مزمن ليرتفع عدد الوفاة بالولاية إلى 23 حالة وتسجيل 25 إصابة جديدة وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة رياض الشاوش وفي هذا الإطار نذكر بأنه سعيا للحد من انتشار وباء كورونا أعلنت وزارة الوظيفة العمومية انطلاق العمل بنظام توقيت إداري استثنائي بداية من الثلاثاء السادس من أكتوبر وإلى غاية الحادي والثلاثين من الشهر الجام وأوضحت الوزارة أنه سيتم اعتماد نظام الحصة الواحدة في توزيع أوقات العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العومية ذات الصبغة الإدارية من الاثنين إلى الجمعة وكلفت الوزارة رؤساء الهياكل بتحديد الفرق اليوم الاثنين وتوزيعها على فترتين بالتناوب بين الأعوان بحساب خمس ساعات عمل لكل عون في اليوم تتوزع كما يلي الفترة الأولى من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة صباحا إلى ساعة الواحدة وثلاثين دقيقة ظهرا الفترة الثانية من الساعة الثانية عشرة وثلاثين دقيقة ظهرا إلى الخمسة وثلاثين دقيقة بعد الزوال وأكدت الوزارة أن هذا التوقيت لا ينطبق على أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الدوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العومية والأعوان العاملين بالمؤسسات التربوية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لترتيب خاصة بهم تخسر وطوني السنوية مساحات بحرية من سواحلها بفعل ارتفاع منسوب البحر جراء التغيرات المناخية فهناك ما يقرب من 300 كم من الشريط الساحلي مهددة بالزوال جراء الإنجراف البحري في وقت تمكنت وكلة حماية وتهيئة الشريط الساحلي من استصلاح شاطئ إسليمان من ولاية نابل لا يخفي سكون البحر ما سببت الأمواج من تآكل لشواطئه فبين كل حركة مد وجزر تتعاظم المخاوف من أن تطال الأمواج البنائات المشيدة على مرمى قدم من الشاطئ كثيرة هي السواحل المهددة بالغرق فالرمال الذهبية الممتدة على السواحل الوطن القبلي أضحت عشرات الأمتار منها في جوف البحر حيث تغازل الطيارات البحرية أسوار نزل ومطاعم ومنشاية أخرى الشاطئ كان طوله على الأقل 400.5 وفما اشتر الشاطئ يمشى وفما اشتر الأسرة للحرفة نقصد خسرنا فوق 150 متر من الشطئ والنادي البحري معناته بالحمامات اللي هو المقر متاعنا على البحر تخلي فيه الماء تقريب تكسر ولا غير صالح الاستعمال على 670 كم من الشواطئ الرملية على 43% من جرفة ويلزمها تدخل أحنا التدخل نتوى في 30 كم أما من بني خيال الأحمام الجنوبية درجناها في الأولويات والدراسة لانكود دوسيدا بلدوف كثيرة هي السواحل التي غمرت المياه وغيرت ملامحها على نحو مضطرد وفي الوقت الذي يجود فيه البحر بثرواته تنجرف السواحل الرملية وتتقلص بفعل ارتفاع من سوب البحر ولا تسع هؤلاء الملعين بالصيد بالسنارة فالساحل الذي كان يجمعهم غمرة المياه فخطر الإنجراف يهدد شواطئ تونس الخلابة الجذابة للسياح من أسقاع العالم فقدانها وفق الخبراء يكمن في تغيير المناخ والاعتداء على الملك العمومي البحري خاصة بنا المواطن يفهم اللي رأيه الليتورال هو ملك لي هو وملك الأجيال القادمة يجب أن نحافظ عليه الأجيال القادمة من مصوش الدين دونسابل من تعداش بالكراب على الدين دونسابل على الكثبات الرملية من نكسرهمش من ابنيوش قريب برشا من البحر نحترم المسافات التباعد متعنا في الليميت الملك العمومي البحري والارتفاقاته اللي هو من المياه حتى الـ 25 متر من مصوش الكثبات الرملية خاصة استصلاح الشواطئ ارتبط في مساره بتوفر التمويلات التي تتأتى مجملها من دعم خارجي لعدم توفر تمويل وطني يجابه دنفقات المشطة للإستصلاح شاطئ اسليمان تم استعادته ما يقارب سبع كيلومتر من المساحة المنجرفة بكل فتنة تقارب 23.5 مليون دينار بتمويل ألماني وتم انتزع ستة شواطئ قابلة لسبع في ديسامبر 2020 نكونوا انتهين من هذا المشروع الضخم اللي كانت طرق الحماية متاعه انجاز خمسة سنابل صخرية اشترها تحت مائية تغذية شواطئ استناعيا لتكوين ستة شواطئ جديدة بجلب قرابة 550 ألف متر مكعب من الرمال الرمال هذه جاية من الكاريير تيريستر وتحسن وتتشوفوا مثلا في شاطئ استناعي كيفاش ولع مانا حتى في العرض متاعه كان فيه نجيرة فحاد العرض متاعه توصل ما يقارب مئة متر في مناطق في مناطق أخرى سبعين متر احنا عملنا اللي بي على طول ثلاثة وسبعين متر في وسط البحر تخلنا باعي في وسط البحر ثلاثة وسبعين متر وميتين وسبعين متر غير مرئي ما يتراش تحت الماء بشي يكسر المواشخ مئة متر اللي يبقاه اللي فوق الماء يبقى معا منها طبليد بلط نام ومشتوليك الفصحة الشاطئية بين سخرة واخرى صرخة تحذر من انجراف حاد والسباق يظل على شده مع التغيرات المناخية المهددة بغرق السواحل فيما تستمر المخططات لجلب التمويلات اللازمة لإقاذ ما يقارب ثلاثمائة كيلومتر من التأكل شهر اكتوبر الوردي لمكافحة سرطان الثدي احتفال سنوي في تونس ومناسبة لتأكيد على اهمية التقصي المبكر للوقاية من مخاطره امام تزايد عدد الاصابات حيث تسجل قرابة ثلاثة الاف اصابة بسرطان الثدي يتم تشخيصها في سنة حسب دراسة انجزت بمستشفى صالحة زيز بتونس العاصر هي مخاوف انتابت احدى النساء المصابات بسرطان الثدي من الذهب لمستشفى صالحة زيز لاستكمال علاجها بسبب خطر عدوى فيروس كورونا حالها مثل حال عدد من النساء المصابات بهذا المرض اجراءات وقائية تسهروا الاطارات التبية بمستشفى صالحة زيز على تطبيقها اثناء استقبال المرضى ومتابعة علاجهم ستنفل الامراض الصعيبة هذه وكل شيء يلزم نمشيوا للمستشفى ونمشيوا للطبيب منتاعنا ونمشيوا نعالجوا ونطلبوا معناتها من العباد الاخرين اللي حالاتهم ما هيش فيختاروا وينجموا ويستنوا باش يأجلوا معناتها العيادة متاحهم لفيد المرضى اللي يستحقوا علاج عاجل الارتفاع في عدد الاصابة يفرض وفق رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي مزيد التوعية بضرورة التقصي المبكر لاكتشاف المرض نقوموا بتحسيس اكثر ما يمكن معناتها من عدد النساء للموضوع هذي باش نعملوا الوقاية من المرض هذي اولى متاعه وبمناسبة الاحتفالي بشهر اكتوبر الوردي لمكافحة سرطان الثدي يؤكد المختصون على عدة نصاح من شأنها ان تساهم في الكشف المبكر على هذا المرض كل مرأة يوصل عمرها خمسين سنة عندها ولا ما عندهاش تشكيات في الثدي متاحها تمشي تعمل الكشف بالآلة الماموغرافي وقت اللي نمشيه للطبيب متاعنا ماذا بينا نغتنم الفرصة باش الطبيب يعملنا الفحص من طرف الطبيب اللي هو عنده مهارة اكثر من المرأة وقت اللي هي بشتفحة سروحها وحدها وينجمها كيكا يعثر على حاجة اللي مكان متفتن لها حتى حال ومن المنتظر ان تدخل آلة للتشخيص خلال الايام القادمة حيز الاستغلال بمركز رعاية الام والطفل بمنطقة الملسين ستمكن النساء من إجراء فحوصات بأسعار زهدة سمحت المملكة العربية السعودية لحوالي ستة الاف معتمر من مواطنها والمقيمين فيها بالقيام بمنسك العمرة يأتي هذا في وقت تتسبق فيها المخابر في العالم لإيجاد لقاحا لفيروس كورونا الذي تشهد أعداد الإصابات به والوفيات جراءه نسقا وتصاعدا نسق سريع يسجله عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد عودة انتشار المرض وبقوة في العديد منها فيما تحافظ الولايات المتحدة والهند والبرازيل عن المرض بالأولى في البلدان الأكثر تضررا وضع وبائي تجهت في ضوئه عديد الدول إلى إعادة تطبيق إجراءات الغلق لتطبيق تفاشي الفيروس ما أثار ردود فعل مختلفة ففي ألمانيا قالت شرطة اليوم إن آلاف المتظاهرين احتجوا في جنوب البلاد في عطلة نهاية الأسبوع على القيود المفروضة لاحتواء تفاشي الفيروس مقابل ذلك وفي تخريف للقيود بدأت سعودية سماحة لمواطنها والمقيمين الأجانب بأداء العمر مجددا بعد توقف لمدة سبعة أشهر بسبب القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا وسيسمح في مرحلة أولى بدخول ستة ألاف شخص الحرم المكية مع زيادات الأعداد كل أسبوعين حتى يصل المسجد إلى كامل اقتاقته الاستعابية مرة أخرى في موعد غير محدد وتعتزم السعودية سماحة بدخول الفوج الأول من الراغبين في أداء العمر من خارج البلاد في أوائل نوفمبر ومع نسق انتشار كوفيد 19 تسابق المخابر في العالم وتسابق الزمن لإيجاد لقاح لهذا الفيروس الأخبار هذه المرة تأتي من كوبا حيث أعلنت صحافة الكوبية أمس أن علماء كوبيين يحرزون تقدما في تطوير لقاحين ضد كورونا وهما حاليا في مرحلة التجارب السريرية لقاء هو عنوان المعرض التشكيلي الذي يحتضنه فضاء 421 بمنطقة رواد في الروبروتاج المولي فكرة عن هذه التظاهر الثقافية التي يشارك فيها 18 فنانا تشكيليا لوحات تعكس انتباع الفنان عما يشاهده في محيطه وأخرى تجسد حلما أو فكرة وثلثة قام فيها الفنان بعملية تجريد للواقع وعكسه بطريقة مختلفة لوحات فنية من ضمن أخرى انتمت ريشة رسمها إلى مدارس فنية متنوعة فأثرت بذلك مع اللقاء الذي يحتضنه المركز الثقافي 421 بمدينة رواد بتونس العاصمة نقاول السريالية نقاول تجريدي نقاول الفن المعاصر نقاول الفوتوغرافيا فما شكونا خادم على الفوتوغرافي الرسم التشكيلي بالتعبير التشكيلي فما عنا النحط هذه المدارس المتنوعة والتجارب المتحدة أظفت جمالا على المعرض وعطته ثراء وحدد المشاركين فيه بلغ 18 فنانا تشكيليا ناشطها على الساحة الفنية نذكر منهم الفنين بيسير حسين مصدق أميل بن حسين فوتوغرافيا نيديا دريس نجلة مطاوة سونيا سويسي موامين محمد عليم بالخوجة ويتواصل معارض لقاء إلى غاية العشرين من هذا الشهر بالمركز الثقافي 421 هذا الفضاء الذي لا يقتصر نشاطه على المعارض وإنما يوفر للناشئة عدة نواد في تعابير فنية متعددة كالمسرح والسينما والموسيقى بهذا تنتهي النشرة وذكركم بعنويني أبرز مجاة فيها 45 وفاة وأكثر من 2500 سواب كورونا خلال يومين وقرار بتعليق الدروس أسبوعين بولاية سوسا بمناسبة شهر أكتوبر الوردي تأكد أهمية التقصي المبكر للوقاية من مخاطر سرطان الثدي الذي تصاب به سنويا حوالي 3000 امرأة في تونيس عامل الأنجراف يحدث أضرارا ب300 كم من الشريط الساحلي ويهدد المنشآت السياحية والملك العمومي البحري شكرا لكم على المتابعة الاهتمام في أمان الله